اهلا بكم درس النهاردة هنعمل ايه هنعمل شوية الترتوليني الترتوليني من الحاجات السهلة قوي ونقدر ان احنا نتفنن الاصل بتاعها بيبقى حتة مكارونا او شيط مكارونا مربعة زي دي لكن انا عملتها مدورة وشدت الجناب حواريكم ازاي وممكن ان احنا نلعب بيها زي ما احنا عايزين الموضوع بسيط خالص هاخد بس كاتنج بورت وحياخد قطعة من المكارونا او من الشيط بتاعت اللازانيا حط فيها شوية من البيض اوكي وحياخد حتة من الجبنة احطها في النص واخد دي فوق دي واروح قافل عليها زي ما انتو شايفين كده اتأكد انها تقافلت واروح عامل ايه اروح حطط صوبة ده هنا كده واروح لافف دي كده اها واروح دايس عليها وبعدين اهي ده الشكل اللي انا عايزه تمام هعمل ايه بعد كده؟ همسكها وحقلب الاطراف دي كلها اهي دي كده بقت ايه؟ ترتوليني وانا عندي مجموعة هنا هنحط دي هنا كده ونعمل واحدة كمان للتأكيد هنعمل واحدة تانية عشان نتأكد ان احنا بنعملها صح طيب نوع الحشو اللي انا احطه في دي ايه؟ اي نوع حشو انتو بتحبوه يتحط فيها ممكن نحط بطاطس ممكن نحط طبعا مستوية ممكن نحط انشوجة ممكن نحط بيف ممكن نحط اي حاجة جبنة بيضة ممكن نحط جبنة رومي ممكن اي حاجة انتو بتحبوها تقدروا تحطوها ما فيهاش اي مشكلة تاني اهي حلف دي كده وهاخد دي فوق منها اهي وادوس عليها عايزة تقفل تمام الداس عليها خالص او اتقطعت ما فيش مشاكل ما تترماش وهاخد دي كده افتحها لتحت ويبقى انا عندي وحدة تانية تمام وفيه المجموعة دي شكلها زي ما انتو شايفين ممتعة دي لما بتتحط في النار ما بتاخدش اكتر من دقيقة ونص دقتين بالكتير خالص حلقيها عامت وطريت وبقت زي الفور طيب حط دول هنا كده دوقتي انا عايز اوريكم حاجة تانية كنا وعدنا ان احنا نوريها فيه حاجة اسمها داي او هي بتاعت اللي بتعمل للشكل يعني عبارة عن السنان دي كلها بحط فيها الماكارونا وممكن ان انا اعملها بايدي زي ما وردكم ودي بتبقى سهلة خالص باخد الشيتس بتاعت الماكارونا اهي كده وهاخد صنية تانية واحطتي هنا كده وهاخد شوية من الدقيق ارشه هنا ليه دي عشان الباستة دي او الماكارونا دي لسه طازة هناخد شيت من دول وهجريها في دقيق كده تمام خلص حلو قوي وهدور الماكارونا ويا اهي كنا احنا بنستطط سمك نقول ايه يا حلوات هواية طلعة بس يا حلوات هواية طلعة ايه دي عندي ايه الفاتتشيني نوقف الماكارونا دي كده وبعدين هعمل ايه هاخد دي ممكن اوي ان انا احطها على النشافة انشفها وممكن اوي ان انا الفها بايدي واعملها كورة وانشفها انا كده شكلها بيعجبني او هحطها على النشافة وممكن ان انا استخدمها كده وممكن ان انا نشفها وممكن ان انا انا بعمل ايه بحطها في الفريزر بس كده مفروضة ولما احتاج اخذ من فريزة 7 عشر ده بره واشتغل بيها اهل حاجة دلع يا دلع يا دلع دلع هناخد الوش التاني وده هيديني اللانجويني اكيه احطها هنا كده ونقفل واتأكد انها مسكة نفسها وحناخد الشيت التانية وحنعمل فيها نفس الموضوع حجريها شوية في الدقيق ليه علشان دي طازة وممكن او انها تلزق مني فانا مش عايزها تلزق تمام اها جميل اوكي نشغل المكنة العجيبة ونسقط دي من فوق كده بمنتهى الحنان والرقة يا ولد بص شوف شايف كل الحروف دي مش مهم كل دا حيقع وهتديني بس الماكرونة اللي انا عايزة او الحتة الاساسية زي ما بيقولوا ايه زي وسط البلد زي الراجل بتاع الماكرونة اللي في ايطاليا خلاص انا قلتلكم ان احسن الناس بتعمل ماكرونة في ايطاليا فين او منين من مصر انا من مصر اهو نحط دي هنا تنشف وممكن دا ايه الفلكو دي ممكن تتلف كده 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 وتتحط هنا كده وتتساب تنشف بس لازم يبقى عليها رشة دقيق علشان ايه علشان ما تنشفش مني دا كده الدرس بتاعنا النهاردة يا رب يكون عجبكم والله العظيم واحد اتنين ثلاثة في منتهى السهولة اه لو انا ما عنديش بقى المكن زي ما انا قلت قبل كده هحط دول هنا في الدقيق اهي يلا بسرعة خالص اهم في الدقيق شوية فضلين احنا كده بقين ايه اسدزة في الماكرونة بجميع اشكالها هحط دي هنا كده وحياخد دول واحدة فوق التانية فوق التالتة فوق الرابعة ويه ألفهم او ملفهمش مش هتفرق اهي تمام عشان بيقاش عندنا ايه اي نوع من الاعذار واهي اقدر اتخم بقى وارفع زي ما انا عايز هنا هتتشيني سيارة هنا لانجويني بس طبعا لاني الحتة وسيارة مش لكن انا بقى بسوريكم الفكرة موضوع بسيط جدا انسانيه سيارتح لانقيه وبسيط جدا له من كتاب Lan aquشاست ارسم انه لانوا يجرعني انريس كلا